اشتركوا في القناة يعني اشي له علاقة او تتم لعلم الاسماء واثنين اشي له علاقة بسؤال من احد المتابعين اجهى على شكل نصيحة وبرضو في نفس اللحظة توجيه فلفت انتباهي وسؤال كان قوي جدا هل انه احنا ممكن انه نتغلب على تأثيرات الكواكب هاي بانفسنا فطبعا اللي حابب يسمع المواضيع هاي بكمل معنا لنهاية الحلقة اما الان فاحنا في توقعات اليوم اليوم برضو رح نحكي عن انتقال الزهرة من برج السرطان لبرج الاسد توقعاتنا اليوم الاحد 27 ستة القمر موجود في منزلة سعد السعود الان وهي منزلة للتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق رح يمكت فيها القمر لغاية الساعة 4 و34 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاحد لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الاخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر بما انه موجود في برج الدلو فطبعا تأثيرات برج الدلو هي اللي رح تأثر على جميع الابراج بالفترة هاي يعني رح ناخد او تأثر علينا بعض صفات برج الدلو بما انه القمر موجود فيها فمن الشعر الان انه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكتر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز وتجربة طعام جديد طبعا اليوم اول حركة فلكية راح تصير طبعا كل الاوقات اللي احنا بنذكرها هي بتوقيت جرينيش فاليوم اول حركة فلكية راح تكون هي انتقال الزهرة لبرج الاسد راح ينتقل كوكب الزهرة في ساعات الصباح يعني في تمام الساعة اربعة وستة وعشرين دقيقة صباحا من برج السرطان لبرج الاسد ورح ينخذ فيها حتى اول ساعات فجر يوم اثنين وعشرين سبعة هذا بعني ان الفترة المذكورة راح يشعر موليد برج الاسد شوي بتحسن بيطرأ على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطفة وبينجذب افراد من الجنس الاخر الهم بيستفيد معهم كذلك موليد الابراج النارية الاخرى زي الحمل والقوس والابراج الهوائية زي الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في ساعة ميلاده في برج الاسد لان نسميها هاي المرحلة او تواجد هاد هي التحول الفلكي طبعا تأثير القمر لما بيكون موجود في تأثير الزهرة لما بيكون موجود في الابراج او في هذا البرج في الاسد ايش بيأثر على باقي الابراج بالنسبة لبرج الحمل طبعا تتركز الامور كلها على الحظ العاطفي بتزيد العواطف عندهم ممكن منهم يوقعوا في الغرام او يطوروا علاقة معينة باتجاه الحب او يبدأوا علاقة جديدة تعزيز علاقتهم بتكون بابنائهم قوية جدا الحظوظ بتلعب دور كبير معاهم وبرضو بتعطيهم فرص مالية جيدة وفرصة بتكون ممتازة جدا للنساء اللي راغبات بالحمل وممكن بعض النساء من برج الحمل انه يصير عندهم حمل طبعا اللي برجهم واللي طالعهم حمل انه يصير عندهم حمل طبعا بالنسبة لبرج الثور بيستفيدوا على مستوى امور الها علاقة بالبيت والعطارات والامور العائلية ممكن شخص من موليد برج الثور يفكر انه يرجع لبلده الام بيكون مسافر بده يرجع لبلده الام ممكن تستقبل انت ضيف جاي من الخارج يرجع لبلده وبرضو بالعلاقات العائلية وممكن يصير فيه مناسبة او فرحة الها علاقة في البيت برج الجوزاء طبعا هنا الفترة هاي بتكثر عندهم الامور اللي الها علاقة بالتنقلات والاتصالات برضو سفريات قصيرة بينجحوا بالامور اللي الها علاقة بالتجارة المحلية بينجحوا بامور الترويج لسلعة معينة او لفكرة معينة يقنعوا الاطراف الاخرى بافكارهم بشكل قوي جيدة لاللي بديو يشتري مثلا امور الها علاقة باشياء تجميلية برضو ممتازة لهم وتعزيز العلاقة بتكون ما بينكو بين الاخوة قوية جدا بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بما انه رح تنتقل الزهرة للبيت الاول فهاي بتعطي ايشي العلاقة بالمكاسب المالية والارباح اللي عادة بتيجي بشكل مفاجئ ممكن تستردوا بعض الاموال اللي لكم ممكن الكو ديون على اشخاص اتحصلوها بالفترة هاي او تحلوا بعض المشاكل المالية يعني بتركز كل تفكيركم على الامور المالية بالنسبة لبرج الاسد طبعا بما انه دخل عندهم والشمس تأثيرها لانها في بيت المتاعب ممكن تضعف شوي من تأثيرات الزهرة عليهم ولكنها بتعطيهم قوة انه تعطي فرص عاطفية فرص مالية اهتمامات بالناحية الفنية والجمالية في منهم رح يبدأ علاقة عاطفية منهم رح يفكر بالارتباط او انه يدخل بعلاقة تتطور معه لمرتبة ارتباط او خطبة او انهم يعني ينتقلوا مرحلة جديدة بالنسبة لموليد برج العذراء هنا بتصير الامور الها علاقة بالتعامل مع المؤسسات والشركات الكبيرة زي بنوك امور الها علاقة بالشركات الدولية توظيف المطاعم الامور هاي كلها السجون المستشفيات هاي كلها مؤسسات كبيرة طبعا يا اما تعامل عمل يا اما تعامل لا حل قضايا بتتعلق في هاي الامور وبرضو بيحققوا انجازات جيدة اما بالنسبة للميزان فهي على المستوى الاجتماعي بتكون بشكل كبير في بعض الاشخاص ممكن يوقع بالغرام من خلال مناسبة اجتماعية او لقاء اجتماعي او ممكن انه تكثر بالفترة هاي المناسبات والفرص الاجتماعية دعوات زيارات او مناسبات وبتكون محط الانظار فيها والاهتمام بالنسبة لبرج العقرب طبعا هنا بتتركز على مجال العمل فممكن بالفترة هاي ركزوا على تطوير اعمالهم او انه عمل جديد او ترفيع في مجال العمل مثلا تعطيهم برضو فرص ممتازة لتحسين وضعهم برضو في مجال العمل بالنسبة للقاوس هنا التركيز بكون على امور الها علاقة بالهجرة الها علاقة بالسفر البعيد الها علاقة باوراق بتتممها اقامة قضايا قضائية صدور قضاء مثلا او حكم محكمة لصالحك كلها هاي الامور بتكون ممتازة حتى على مستوى اللي بيكملوا دراسات عليا او جامعية اذا عندهم امتحانات الفترة هاي رح يبدعوا فيها برج الجدي هنا بتركز على مال بيجي من شراكة او تعويض طبعا الشراكة المقصود فيها هي لها علاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك بتتركز على القروض على الديون على المواريث على امور بنكية على امور لها علاقة باموال انت كنت مداينها لاشخاص بتحصلها بتحل بعض المشاكل المالية او بتوصل لحل بعض المسائل المالية يعني امور بتكون ممتازة جدا بالنسبة لابرج الدلو بتركز على امور لها علاقة بالشراكة الشراكة العاطفية او الشراكة في الزواج هنا ممكن تبدأ شركة او تبدأ شراكة مع اشخاص او تبدأ عمل جديد ممكن ينفتح لك ابواب تعاون انت واشخاص في مجال معين ومنكم ممكن انه يعقد عقد زواج او انه يتمم زواج بالفترة هاي بشكل كبير طبعا بتعطي فرص ممتازة جدا للي كان في تأخير في الزواج عندهم وبرضو اللي كان عندهم مشاكل في امور الزواج ممكن انها بالفترة هاي تنحل بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد انتقال الزهرة هي طبعا اليوم كل الزوايا اللي رح تتكون او نحكي ثلاث زوايا هي سلبية وزاوية ايجابية الزاوية الاولى اللي رح تصير بعد الانتقال هي زاوية التقاوب السلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا هاي زاوية بتأثر على جميع الابراج بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن بالفترة هاي ثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 وثلاثة وعشرين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينج من واجه مصاعب وعراقي لبتطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بالفترة هاي بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين اورانوس ورح تكون هاي في تمام الساعة 11 و15 دقيقة بعد الظهر ابتخلق لدينا شعور بالملل من عي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون ضعيفة يعني ما رح تحسن من جو القمر زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و7 دقائق مساء منشعور انه اليوم بصير عنا قوة فكر اكثر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 7 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار اللي رح يستمر لليوم التالي يعني الى يوم الاثنين تقريبا الساعة 5 و50 دقيقة مساء يعني منحسب من الساعة 7 للساعة 5 مساء هاي كلها خلو مسار اذا رح يكون في عنا فترة طويلة من خلو المسار وهذا اطول خلو مسار بصير خلال هذا الشهر وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او سواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا اكدنا على هذا الموضوع انه الاشخاص اللي بيكون عندهم اتفاق مسبق على اشياء مثل امتحان او عندهم سفر او عندهم اشياء اجبارية زي يعني مجبارين على الوقت وما بيقدروا يغيروا الوقت بما انه مسبق اتفقتوا على هذا الشيء او تم الاتفاق فلو تممتوا انت في فترة خلو المسار ما فيه اي مشكلة طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 17 يوم في تمام الساعة 7 و 34 دقيقة مساء بيصبح 18 يوم نسبة الاضاءة 85 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 45 في المية القمر في الدلو حتى يوم 28 ستة منتحس بنسبة 60 في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة زي ما حكينا بالسرطان وبدأت انتقل للأسد ورح تبقى فيه ليوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 10 في المية المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية اورنس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15 في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ست عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة الاجواء الشوي بتكون داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض اليوم مجالات عديدة ومتنوعة اهم شي انك تنظم جدول اعمالك لانه ممكن شوي يصير عندك ضيق في الوقت فعشان هيك ارتب امورك بشكل جيد برج الثور يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبرضو عندكم امكاني انكم تحافظوا على انجازاتكم القائمة اهم شي انك ما تشوه سمعتك لان الظروف ضاغطة وممكن تحملك فرصة عمل مهمة لا رغم ضغطها ممكن انه اليوم يكون في فرصة عمل او عمل او انجاز عمل مهم اهم شي انك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباكم بوسعكم اليوم اجتياز امتحان ممكن تسافر او توقع على عقد او تروج لمواهبك واهتماماتك اهم شي انك تكون جريء لا ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل حاول انك تثبت او تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل انفراج كبير اذا ركزت برج السرطان بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة او من تعويب مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصحح الانطباعات عنك كن واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لأي احد انه يشكك بقدراتك ممكن اليوم تنشغل بملف اداري برج الاسد بيتركز او بيركز اهتمامه اليوم الاسد على موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية يعني بعطيه ايجابية على هاي النقطة ولكن لانه مقابله تماما طاقته بتكون ضعيفة فعشان هيك نقولهم ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي الفترة تعتبر من اسوأ ايام الشهر واكثرها تهديد لاستقرارك بدك تحاذر من الفضائح بتميل لفرض الرأي على الاخرين حاول ايجاد المخارج والحلول دون تشنج حاول ما تدخل بمشاكل او صدمات مع اي حد لانه عدوك بالفترة هاي او منافسك بكون اقوى منك برج العذراء رغم تراكم العمل انتم قادرون على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغداكم وخذوا قصد كافي من الراحة اليوم ممكن تلازمك بعض الواجبات وترافقك مشاعر مختلفة او مختلطة ولكن بالمعظم بيكون فيها نوع من انواع القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تخصير او تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الاحبة بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني اليوم تتحسن عندكم الاجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير هاي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من اكثر ايام الشهر حظا اهمش انك ما تقف متفرج اسعى للمبادرة والاجواء الرومانسية الدافئة بالفترة هاي لانو الاجواء لصالحك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية ممكن تجد اليوم تعاون من افراد العائلة اهمش انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لامر عقار ما اهمش انك تتجنب الانفعال والتسرع من القاء اللوم على الاخرين مزاجك اليوم متقلب ومتجهم في نفس اللحظة وممكن اليوم عصبيتك او تفقد الضبط الاعصاب عندك فتنفجر في اي شخص فعشان هيك حاول تضبط عصابك برج القوس بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم اليوم تعامل ما بينكم بين اخ او جار وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وبتقدر تتصرف ولكن حاول انك تسيطر على انفعالاتك تضطر اليوم لتقديم المساعدة لأحد الاخوة وحاول برضو في نفس اللحظة تنتبه اثناء قيادتك للسيارة او اثناء تحركاتك يعني لانه ممكن شوي يشد تفكيرك برج الجدي ثم فرصة لمكسب بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من اي خطوة مالية جديدة حاولوا انك تخففوا من النفقات قدر الامكان اليوم ممكن تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية قدر الامكان نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو انتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اليوم شعبيتكم بتكون بتصاعد بتعوضوا الايام اللي راحت بتكون اليوم او بتكون اليوم مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتتسلط الاضواع على قدراتك وممكن تنطلق اليوم بحماسة وعزيمة كبيرة هاي فترة ايجابية ممكن ترغب في التغيير او اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بتشعروا اليوم شوي بالتعب لان القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ممكن يسيطر عليك التعب او الوهن ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري وحاولوا انكوا تخلدوا للراحة هاي الفترة بتسجل نوع من انواع الركود على جميع الاصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ اي شيء مهم حاول انك تتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية اهتم بادويتك واذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك طبعا الان بما انهينا توقعاتنا فمنروح لفقرة الاسئلة والاجوبة وبعض المواضيع المتفرقة اللي ممكن نضطر الها في خلال الجزء الثاني من الحلقة طبعا في عدة اسئلة نحكي فيها اليوم او شفتها في الحلقات الماضية كمان هي عن علم الاسماء هذا الاسم واسم دينا اسم كذا اسمي انا بيبدأ اول حرف واسم امي بيبدأ باول حرف هل هذا سلبي او او الى ما لا نهاية فانا طلبت من بعض الطلاب اللي عندي او المهتمين اللي بتابعوا معي بعض العلوم انهم يبحثوا لي في اليوتيوب في القنوات عن شخص اثق فيه او تثقوا فيه تشوفوا انه عنده من العلم اللي احنا نوجهكو عليه نقولكو روحوا على فلان او على سين من الناس هذا الشخص لاحظنا انه بيحكي عن هذا العلم او حكى عنه مسبقا ووجدنا فيه صواب فعشان هيك نوجهكو لالو عشان انتوا تتابعوه فللأسف الشديد طلع انه اغلب اللي موجودين على اليوتيوب هم اشخاص ما عندهم علم في علم الاسماء ولا الاوفاق ولا حتى بالحساب هم يعني نقدر نقول حافظين مش فاهمين ودخلوا كل الامور في بعض صارت هي عملية لفت نظر لبعض الاشياء فقط لعملية استغفال الناس او جذب الناس لمتابعتهم ومشاهدتهم والتعليقات لاجل الحوار عشان يزيدوا التعليقات اكثر على مضمون الفيديوهات فلقينا انه كل اللي حكوا في هذا الموضوع لا يؤتمنوا انه انتو تسمعوهم اي نصيحتي يعني او تخذوا بكلامهم او حتى انه تعلقوا كلامهم في ادمغتكو لانه كله مبني على اشياء مغلوطة مائلها لا صحة لا بعلم ولا مثبتة ولا في عليها ادلة كله بنسبها لعلوم وبنسبها لاشياء ولكن كثير فيها اخطاء فعشان هيك ارتقينا انه بالفتر القادمة يعني اجتهد شوي اني حاول اني انا انجز اللي انا بدأت فيه زي ما حكيت لكم اني انا حط يعني عائلة القناة في قائمة كانت معمولة الاسماء او اختيار الاسماء والابرج فكان الموضوع انه احنا نستعجل على انه نشرح كل برج وشو الاسماء اللي بتناسبها والاحرف اللي بتناسبه عشان يصير سهل عليكم عملية الاختيار او الانتقاء او الحساب وذكرني احد الطلاب انه انا في السنوات الماضية يعني قبل خمس ست سبع سنين على الفيسبوك على القناة او الموقع اللي على الفيسبوك اللي هو صفحة الدكتور سعيد منع موجود الرابط في صندوق الوصف لالها بتقدروا تروحوا عليها بتدخلوا على الملفات في ملف اسم الاسماء بتدخلوا على الاسماء هاي مصنف طبعا خليتهم يجتهدوا باليومين الماضيات انهم يفرزوا الاسماء هاي على حسب الاحرف فكل حرف مثلا محطوط في الاسماء اللي بتتعلق فيه فبتجدوا مثلا حرف الالف فبتلاقي كل الاسماء اللي بحرف الالف مقسمة او محسوبة كل اسم بروح على اي برج يعني صفته بتدل عليه من اي برج وشو اهم الصفات اللي بيكتسبها من اسمه ففيها كم كبير جدا من الاسماء اللي ممكن انتوا تستفيدوا منها او تعرفوا ايش مدلولاتها وايش بتكسبوا من صفات اسمائكم من خلال الملف اللي موجود على الفيسبوك عساس نختصر الوقت للي بديسأل عن اسمه اسمه ايش اللي بعطيه بالضبط فمن خلاله بتقدروا تعرفوا هسا فيه اشخاص رح يجي يقولك طلع اسمي واسم مش عارف ايش متشابهات في المعنى طبعا بدهن يجي متشابهات هدول اتناعشر برج مش رايح اجيب خمسة تلاف برج من عندي يعني فهي اتناعشر صفة اتوزعت على كل الاسماء فعشان هيك انت بتدخل توقف صفتك الان اسم ثاني تشابه معك يعني اجينا على اسم دنيا ودينة فنفس الاحرف ولكن اختلف حرفين بمكانهم فنفس الصفات بدهتيجي لهذا وبدهتيجي لهذا فيه اسماء اخرى ممكن انها تتشابه عدديا فعشان هيك بتوديك على برج اخر ادخلوا على الفيسبوك حاولوا انكم تطلعوا على هذا الملف شوفوا اسماءكم اسماء الاشخاص اللي بتعرفوهم شوفوا الصفات اللي موجودة بتساعدكم باشياء كثيرة لحين ما احنا نجهز ان شاء الله المادة اللي انا بدي اكملها على ستسجيل في الفترة القادمة ان شاء الله سؤال سلام عليكم سلام من القلب هل يقدر الشخص بارادته ان يتغلب على صفات برجه الشخصي يعني زي مولود الجدي مثلا او هاد انا بقول لا سناء طبعا يعني انه انت لما تقرأ وتعرف صفات برجك لما بيجي بقول لك صفات برجك عنيد بتقدر انك تصير مرن يعني في تحارب نفسك انت وتجاهد نفسك وصير مرن متسرع تحاول انك انت تتعلم الصبر او فن الصبر انسان هجومي تحاول انك تضبط عصابك لانتقادي تحاول انك انت تعرف امتى تنتقد وفي ايش وتحكم نفسك مثلا انسان بتحب التفاخر والظهور تحاول انك انت تتواضع شوي طبعا هاي كلها بدها جهاد نفس عشان انت تتغلب عليها ما تيجوا تتطلعوا زي بعض الاشخاص اللي بدور على مسحة رسول يجي واحد بس يحط ايده عليه هيك فيتغير ويغسل كل شخصيته ويغير ويجيب له اشي من المريخ ويحطه فيه وهذا كلام مغلوط انت بالعكس هي وضع علم الفلك عشان يكشف هاي النقاط للك او يفتح عينك عليها وانت نفسك تعالجها وهاي للعلم يعني الاطباء النفسيين في العالم الغربي تحديدا هم بيستعينوا في هاي الامور في التحليل الشخصيات هم بيجي بحل الشخصيتك على اولا صار الان لانه انفتح علم الفلك بشكل كبير صار عندهم خبرة في تحليل الشخصيات من خلال علم الفلك يختصر على المريض انه مجرد ما دخل يعرف يتعامل معه ويبلش يعالج نقاط الضعف اللي عنده فانت بامكانك انك انت تعالجها بس بدك تتعب عليها شوي تحاول انت تعرف السيئات هاي وتحاول انك تعالجها النقاط القوة عندك تحاول انك انت تنميها طبعا هذا السؤال اللي الان بدي اجاوب عليه ممكن شوي بعض الاشخاص يتفاجأ في الاشي اللي انا بدي احكيه لانه اول اشي ممكن انه تقلب اللهجة تاعتي فجأة لغة عربية فصحة فهذا الاشي مش الكل متعود عليه يعني الكل بقولك هذا تبع ابراج شو دخلوا باللغة العربية شو دخلوا بالدين شو دخلوا بالاشياء هاي فطبعا هذا التعليق هو من شخص على القناة من صديق هو ما حب يجرح او ينتقد ولكن لفت انتباهه شيء معين طبعا انا ما الي في قلبه هو علماني هو مش مؤمن هو لا يؤمن بالله لا يؤمن بالعلم يؤمن بالظواهر لا يؤمن بالبواطن ما الي في نهائيا ولكن هذا سؤال مهم لازم انا اجاوب عليه ورح افتح على اشياء جديدة ما كنت اجرؤ اني انا احكي فيها بالماضي فاليوم رح احكي فيها مش على اجرؤ لانه مخالفات شرعية لانه الناس او في بعض الاشخاص ما بتميز شو يعني دين او شخص عنده دين او شخص تبع ابراج بقول لك تبع ابراج يعني هدول تنجيم وما تنجيم وكفار هدول فبدي او رجي انا علم الفلك هاد يعني لما بيجع واحد شوي عنده دين شو بسوي فهذا السؤال اللي من الشخص ذكر او انثى ما بعرف يعني حضرتك بتحارب الدجل والخزاعب وتقوم تتكلم عن يعني وبصير تتكلم عن السحر والقرين والقرآن للحوامل والاجهاض وبعرف ايش طيب الابراج والفلك علم قائم على الحسابات لكن الرقية والصور وتقراءها ومعرف ايش شو علاقة هاي بالعلم والحسابات الملموسة يا ريت تلتزم بمنهجك العلمي يا فندم وبلاش امور الدروشة ماشي انا طبعا والله ما انزح لها من كل حكا الكومنت تبعي هو الكومنت تبعي مش هجوم على حضرتك لكن لاني بحب اسمعك لانك ذو علم فعلا وهاي قناة استرولوجي مش قناة دينية اللي بده يطلع عفريت ويروح لشيخ او قص او الاثنين بيوموا بالواجب وبيبيعوا تجارتهم في اماكن تجارتهم وكل واحد معا كتابه اللي بتاجر فيه تجارة هاي حضرتك عالم فلك مش شيخ مش كفاية انه كل حلقة بتقول الشهادة في اخرها ناقص انك تأذن ايه دخل الحسد بالكواكب وحركتها هل في دراستك لقيت حسد اه بالذم في العلم الحديث بعيد عن كتب الفلكيين العرب القدامى بتوع الخزعبلات اللي فيها عن الحسد يعني لو دخلت في برنامج حسابات فلكية حديثة بيقولك هذا محسود هو المنطقة دي امتى حتفوق من اللي هي فيه اوكي حبيت اقرأ الكلام بالكامل عشان انا ارد عليه بالكامل طبعا مش هجوم وما ينفهم انه هجوم لا هو توعوي يعني انا بدي اجاوب ومش بدأ اجاوبه بدي افيد كو انتو يعني شوي في هذا الموضوع اول اشي بالنسبة لقناتي اسمها قناة سعيد منع دكتور سعيد منع لا انا كاتب فيها استرولوجي ولا انا كاتب فيها فلك ولا انا كاتب فيها اي اشي ثاني انا قناتي هاي نزلت فيها شعر نزلت فيها قرآن نزلت فيها فلك نزلت عن الاسماء حبيت اطلع حلقة هيك ادردش مع المتابعين بدون اي موضوع من هاي العلوم قناتي هاي واللي بتابعوا عارفين القدامى عارفين انه هاي قناتي ما لها علاقة بس بالفلك الفلك هو للعلم ابسط علم ممكن انه الواحد يحكي فيه علم وصعب وكبير وهذا ولكن انا بالنسبة لي بفضل الله عز وجل مش غرورا ولا يعني بعلي نفسي هو ابسط العلوم فعشان هيك احنا منعلم قاعدين ابسط العلوم او منشرح ابسط العلوم عشان الناس تفهم هذا واحد اثنين انا بهاجم الدجالين والمشعوذين والكل هم تبعين القلا قلا هدولا بهاجمهم لانه هدولا بيستخفوا في عقول الناس وبستدرجوهم لا امور الها علاقة بالنصب والاحتيال هذا واجبي من رأى منكم منكرا ماشي فانا بالنسبة الي بلساني لانه لو دامي ممكن اضربه بالجزم فعشان هيك الان بلساني فخليني بلساني بقلبي هده بتزبطش معي مش من طبيعتي اني انا اقعد هيك مستسلم عشان انا اخاف من حد لانه الحمد لله عندي قدرة اني انا ارد اما بالنسبة لاني اترك الناس على عماها تروح على اشخاص ينصب عليهم وانا ماليش في الكلام هذا هذا الكلام ما بزبطش برضو لانه من ديني اول اشي اني انا انصحهم اما موضوع الشهادة في اخر الحلقة وشوي اذن فهذا موضوع خاص فيه اول اشي هذا اني انا بستغفر ربنا لانه هذا العلم من ربنا فاذا انا اخطأت بشيء انه ربنا يغفر لي فهذه الشهادة مش شهادة عشان انا دخلت الاسلام ولا بأذن انا باستغفر ربنا فيها وببين للناس انه اهم اشي رضا الله ورضا الوالدين واهم اشي انه هذا الشيء والله اعلم انا ما جزمت بالعلم لاني مش اله ولا انا نبي مرسل فعشان هيك حبيته ازعجك حبيت غيره انت حر روح اعمل لقناة وعمل الاشي اللي بناسبك بس انا هذا الاشي اللي انا مقتنع فيه وحابب اعمله ما عجبك انت حر بس ما تفرض عليك هذا واحد اثنين موضوع الحسد بالكواكب وحركة الكواكب انا ضد اي واحد اساسا بطلع بقول في علم الفلك بيّن معي في الخارطة الفلكية تبعتك انه انت مسحور لانه هذا كذب او انت محسود او انت مش عارف ايش هذا كله كذب ودجل وهذا الاشي اللي احنا منحاول انوع الناس لالو انه علم الفلك ما الو علاقة بانه يكون في خارطتك الفلكية انك بتتعرض لسحر ولا بتتعرض لسحر الان انت مؤمن انه في سحر فيش سحر في حسد فيش حسد هذا اشي برجع لك ولكن في ديني انا في القرآن الكريم اللي انا حفظته انا عمري 13 سنة اللي انا قبل ما اتعلم اي اشي قبل ما ادخل مجال الطب انا تعلمت فقه كنت فقيه بلغة اهل المغرب يعني فقيه بمعنى اخر قبل ما انا اتعلم اي علوم انا اتعلمت اول علم هو علم الدين فعشان انا ابين لك انه علم الدين ايش وصلني لا ايش وعلم ايش فحبيت اني انا ارد عليك برضو انه من كتاب الله انه هذا الاشي موجود وانه هذا علم وعلم الرقية للعلم بس علم علاج السحر والمس مش الامر الهيين اللي الناس بتستهين فيه والله واحد بس انه رح جاب كتاب من بسطة او من كشك تبع كتب كتاب في الرقية شرعية خلص قراءها عرف يقراءها طبق حركاتها صار عالج معناته هو عالج للعلم علم الرقية من اصعب العلوم اللي ممكن تخطر على بال انسان لانه علم الرقية هذا علاج داخلي علاج بشيء انت لا بتعرفه ولا بتشوفه ولا بتلمسه ولكن لا هو بالحركة وله بالنطق ومين نطق على لسانه ومين تحدث على لسانه هذا مالوش علاقة في الموضوع والدلالة او الدليل الشرعي وربنا بقول في القرآن الكريم في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء مرضي ورحمة هي شفاء نفس شفاء شيء انت ما بتشوفه فيها رحمة للمؤمنين ماشي هي واحد اثنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور بالموعظة والكلام اللي موجود بكتاب الله في شفاء لما في الصدور الذي يوسوس في صدور الناس برضو تكملتها لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ماشي أما ردي على الأشخاص اللي هم اللي بقولوا لا الدين اشي والعلم اشي ثاني فأنا برد عليهم برضو من القرآن الكريم ولو جعلناه ولو جعلناه قرآن كثير أشياء أنت ما بتتخيل أما عشان ندخل إحنا لعلم القرآن وعلم الدين وهذا علم الدين شو ممكن يعلمك عشان تعرف كيف أنا تعلمت الفلك تعلمته لأنه هسا بدي أغلب أنا رجل دين لأنه كل إنسان قلنا رجل دين مش رجال الدين اللي باللحى وبروحوا بدخلوا بجامعات بدرسوا عشان يصيروا هم رجال دين لا رجل الدين هو كل واحد بيعرف أنه هذا دين بده يتعلمه وبصير هو رجل دين في مكانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون هذا آيات ثلاثة خلينا نخوض عاد أو أرجيك كيف تفسر يعني ندخل شوي كل هاي الآيات اللي أنا قرأتها بتدل على إنه الواحد لازا يعني ما بفهمها إلا بإدراك عميق جدا هم أهل العلم اللي بيفهموها وبيفهموا الغرض منها وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فرب العالمين بدأ بنفسه أول شيء ثم ثنى بالملائكة ثالث إشي بأول العلم تستعجلوش الموضوع الموضوع شوي رح يصير شيق جدا يعني رح تكتشفوا معلومات ما عمرك توقعتوها والعمرك سمعتوها فعشان هيك قلت أنه أنا رح شوي يفلت لساني في بعض النقاط ولكن عشان الناس تعرف فهنا شهادة الله أول شيء بدت في نفسه بعدين شهادت الله صارت بالملائكة بعدين شهد أولي العلم قسمهم ثلاث هم المحاور الثلاثية لكل العلوم على وجه الأرض ربنا شهد فيها وشهد بالملائكة وشهد بالعلماء وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا اصطفينا من عبادنا مش اصطفينا عبدنا يعني الخطاب مش لسيدنا محمد لعبادنا هو بيصطفي منهم أشخاص معينين عشان يعطيهم من هذه العلوم والدلالة كمان أنه هو اللي بيختارهم مش الأشخاص هم اللي بيختاروا يعني ممكن أشخاص تقعد حياتها كلها وهي تتوسل إنها تتعلم بعض العلوم وما تتعلمها ولكن هو يصطفي من عباد وعلماء يورثهم يعني شوي الموضوع أما الشق الآخر فبدي أشرحه أنا باللغة العربية الفصحة عشان ما بقدرش أحكي باللغة العامية العلم علما علم الظاهر وعلم الباطن فعلم الظاهر ما يلزم المكلف معرفته في العبادة والمعاملة ومداره على التفسير والحديث والفقه وعلم الباطن نوعا علم معاملة وعلم مكاشفة فعلم المعاملة فرض عين أيضا لأن المعرض عنه هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة كما أن المعرض عن علم الظاهر هالك بسيف الشريعة في الدنيا وعلم المعاملة هو النظر في تهذيب النفس وتصفية القلب من الأوصاف الذميمة كالرياء والعجب والكبر والطمع والفخر وحب العلو والشهرة في الناس وتجميلهما بالأخلاق الحميدة والإخلاص والصبر والشكر والتواضع والقناعة والورع والزهد والتوكل على الله تعالى لا ينال الإنسان مرتبة العلم الحقيقية إلا بالعمل بهما فعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية وعكسه جناية فإذا عمل بهما ورثه الله علم ما لم يعلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وهو علم المكاشفة الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فتحصل له المعرفة بالله تعالى وتنكشف له الأمور فيراها على ما هي عليه فافهم واسلم تسلم هذا شق الآن الشق الثاني قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم يخشى عليه من سوء الخاتمة وقل شيء فيه التصديق به وتسليمه لأهله فما كل مجهول ينكر وما كل معلوم يقال خذ لك الحديثين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله العلم علما علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وفي رواية إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة يعني الغفل بمعنى آخر بالله عز وجل وعلم القضر الذي أظهره لموسى عليهما السلام كان هذا من هذا النور طبعا الحديثين لأهل العلم أو اللي بيحبوا يدققوا بالحديث رواهم الحافظ المنذري عن الخطيب وابن البري الديلمي اللي معن في اللي أنا حكيته وتمعن فيه وسمعه وركز فيه بيعرف أنه كل العلوم هاي اللي أحنا منحكي فيها وعلم القرآن وعلم الرقية وغيرها من العلوم دون إذن الله ما بتصير ودون علاقتك مع الله ما بتصير وإذا ربنا ما أراد لك عمرك ما بتصير فتستهينش بال اللي بنحكي باعتذر عن الشق هذا للبعض اللي بنزعجه من الكلام الكثير والرغي اللي بقولك دخلتنا في أشياء ثانية لأنه مش بالشيء اللي هم بنتظروه وبشكر اللي كملوا معي للنهاية وسمعوا إن شاء الله أنهم يكون توضحت لهم بعض الأمور وربنا قذف النور في صدورهم لا يفهموا بعض الأشياء اللي أنا ما صرحت عنها ولكن أعتقد أنه هاي صرحت كفاية خصوصا الجزئية الأخيرة من الحلقة في النهاية منقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر